بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا أن المصدر الثاني من مصادر الثقافة الإسلامية الأصيلة هو سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وذكرنا أن هذه السنة لرسول الله صلى الله عليه وآله لم تصلنا صحيحة إلا عن طريق العترة الطاهرة وهذا ما يفسر حديث الثقلين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولم يقل كتاب الله وسنتي وأما الرواية التي رويت بأنه قال كتاب الله وسنتي فهي رواية موضوعة ومكذوبة باتفاق أهل الحديث وإنما وضعها بعض أعداء العترة لإلغاء العترة الرسول قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهذا الناس كتاب الله وعترتي أهل بيتي بنفس هذا الناس أو بنفس هذا المعنى ورد في صحاح أهل السنة ستة مرات في الصحاح الستة ستة مرات تكرر هذا ولعله بألفاظ مختلفة في بعض الأحيان بس المعنى كتاب الله وعترتي ولم يقل رسول الله كتاب الله وسنتي ولذا كثير من الناس الآن لا زالوا يحاولون إلغاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الإسلام ومن الوجود ولذا عندما يذكرون هذا الحديث يركزون على كتاب الله وسنتي مع أنه موضوع باتفاق علمائهم ولا يذكرون كتاب الله وعترتي مع أنه هو الحديث الصحيح المتواتر فانتهى بنا المطاف إلى أنه المصدر الثاني من مصادر الإسلام في كل الأمور ومن جملتها الثقافة الإسلامية الأصيلة سنة وسيرة الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما هم حصرا أوصلوا إلينا السنة والسيرة الصحيحة بالقول بمعنى أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وسيد أهل البيت علي بن أبي طالب عليه السلام أوصلوا لنا سنة والسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك ترجم هذه السنة والسيرة ترجمة ميدانية عملية في كثير من الأحيان الرسول صلى الله عليه وآله وعنى أمرا وعمل عملا هذا الأمر هذا الكلام وهذا العمل قد تحول بمرور الزمان بالنسبة إلى الأجيال الجديدة من المسلمين إلى أمر لا يعلمونه لا يطلعون عليه وخاصة بعد منع تدوين الحديث لأنه لفترة طويلة ما يقارب التسعين عاما منع تدوين الحديث من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان عمر بن عبد العزيز في هذه الفترة حوالي تسعين عام هناك منع تام لتدوين الحديث فبناء على ذلك الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة والتابعين كثير منهم كانت كثير من مفردات سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله مجهولة بالنسبة إليهم لمنع تدوين الحديث الشريف فجاء دور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لبيان السنة الصحيحة وفرز الصحيح من السقيم والكاذب من الصادق إضافة إلى التجسيد العملي لتلك السنة والسيرة ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أمير المؤمنين أنت تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل عندما رسول الله بعثه الله سبحانه وتعالى للعالمين كما هو واضح المشركون في مكة قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية في مكة كان هناك حصار ولما أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر إلى المدينة فشنوا على رسول الله الحروب فما يقارب العشرين عاما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يتهمون الرسول بالكذب وأنه ليس رسولا لله حتى أن أحدهم في وقعة أحد قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل وتمثل بهذا البيت يزيد لما قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فهؤلاء قاتلهم رسول الله على التنزيل لكي يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولما اضطروا رأوا أن السيف وقع من أيديهم والإسلام انتشر حفظا لدمائهم أو طمعا المغانم دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة ولكن كانوا يكيدون للإسلام والله عز وجل حذرنا من المنافقين عشرات الآيات في القرآن الكريم تذكر المنافقين هل الله عز وجل كان يذكر أمرا خياليا لم يكن موجودا كلا وإنما كانوا موجودين في ضمن الذين نطقوا بالشهادتين وهؤلاء بعد حين حاربوا الإمام علي بن أبي طالب ليس على التنزيل لأن الجميع كان يظهر الشهادتين حتى المنافقين كانوا يظهرون الشهادتين ولكن قاتلوه على التأويل يعني كانوا يحرفون معاني الآيات معاني الآيات لأنهم لم يتمكنوا من تحريف الفاظ القرآن لأن الله عز وجل حفظ القرآن من التحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظون فكانوا يحرفون المعنى هذا أولا وبعد ذلك كانوا يضعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وينسبون الأكاذيب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقاتلهم أمير المؤمنين على التأويل على بيان المعاني الصحيحة للآيات للآيات القرآنية ولآجل بيان السنة الصحيحة وتمييز الغث منها من المكذوبات فقاتل على التأويل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله على التنزيل ونحن لو درسنا حياة أمير المؤمنين وحياة بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام نجد أن حياتهم هي التجسيد العملي للإسلام الصحيح لسنة الرسول صلى الله عليه وآله تطبيق لآيات القرآن الكريم فنجد أن المشاكل التي واجهها الأئمة بدءا من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذه المشاكل كيف عالجها الأئمة أمير المؤمنين كيف عالج هذه المشاكل وهذه المعالجة للمشاكل كانت على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى ضوء سنة الرسول صلى الله عليه وآله يعني التجسيد عملي لكلام الرسول فمثلا نحن الآن من المشاكل التي ابتلينا بها في العصر الحاضر ابتلينا بالأفكار التكفيرية الأفكار التكفيرية هذه الأفكار كانت في زمان أمير المؤمنين وبدأت بتكفير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هؤلاء أخذوا آية من القرآن لم يفهموا معناها أو حرفوا معناها إن الحكم إلا لله حرفوا معناها بأن المقصود من الحكم الإمرة والإمارة مع أن المقصود من هذه الآية التشريع فكفروا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقتلوا أصحاب أمير المؤمنين عمليات إرهابية أحدهم كان هو وزوجته الحامل يمشون عند النهر فجاءوا هؤلاء الخوارج فقتلوه هو وبقروا بطن زوجته الحامل ثم أحدهم وجد تمرة في نهر الماء فرفع التمرة ووضعها في فيه فقال له الآخر هذه التمرة هذه التمرة تدري صاحبها منه هذا التصرف في أموال الناس هم توهم الآن قاتلين هذا الرجل المؤمن قاتلين زوجته وباقرين بطنها وقاتلين الجنين الذي كان في بطنها وفي الوقت نفسه يقول أن هذه التمرة ملك الغير ولا يجوز أكل هذه التمرة هؤلاء قاتلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كيف تعامل معهم الآن إحنا ابتلينا بخوارج العاصر منهج تكفيري نفس منهج الخوارج بلا فرق منهج تكفيري وأسلوب نفس الأسلوب كانوا يقتلون المرأة الحامل يبقرون بطنها يقتلون الرجل بمجرد خلاف فكري معه أو بمجرد أنه الماء استعد أن يتبرأ من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هؤلاء خوارج العاصر أيضا بنفس المنهج المفخخات والعبوات الناسفة التي يضعونها في الأسواق والأماكن خاصة في العراق وفي الباكستان وأفغانستان وأماكن أخرى نفس ذلك الأسلوب الخارجي الذي ارتكبه الخوارج في عصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كيف تعامل معهم أمير المؤمنين هذا التعامل منطلقه القرآن الكريم منطلقه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لأن أمير المؤمنين لم يعمل شيئا إلا طبق القرآن وكلام الرسول حتى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني باب علم الرسول صلى الله عليه وآله وقبل وفاته رسول الله قال أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام أن رسول الله قبل وفاته علمني ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب فهو باب علم الرسول والذي عمله كان طبقا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول كيف تعامل مع الخوارج نحن لو أردنا تجسيد السنة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله مع هؤلاء التكفيريين خوارج العاصر الإرهابيين نراجع إلى تاريخ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لنجد كيف تعامل مع هؤلاء ونتخذه أسوة ونعمل على حسب ذلك العمل مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولا تعامل مع هؤلاء بالكلمة وهذه الرواية معروفة أن الخوارج حينما اعتزلوا الناس من الكوفة واجتمعوا في النهروان كانوا 12 ألف رجلا فبعث أمير المؤمنين إليهم ابن عباس عبد الله ابن عباس ذهب إليهم والإمام علمه كيف يحاججهم بالفداية كانت الكلمة وابن عباس حاججهم وحجهم يعني غلبهم في الاحتجاج فرجع منهم ثمانية آلاف شخص من الخوارج كانوا 12 ألف رجع منهم بعد الاحتجاج ثمانية آلاف وبقوا أربعة آلاف هؤلاء كانوا معاندين وبدأوا الإمام بالقتال فالإمام قاتلهم فهذه نقطة جدا هامة أن الفكرة التكفيري القتال معه هذا آخر الدواء وآخر الدواء الكي وإنما هناك ينبغي أن تكون مراحل أولى تلك المراحل التثقيف الصحيح ناقض الشبهات لأن كثير من هؤلاء التكفيريين غسلت أدمغتهم والإنسان الذي غسل دماغه يتصور أنه يحسن صنعا ولكنه هو من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فبعد نقض الشبهات وتوضيح الحق والحقيقة لهم من بقي منهم الأقل يعني الثلثان رجعوا بقي الثلث كان معاندا فاستحق أن يقاتل أيضا عندما ندرس سيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد وفاة الرسول البعض يتصور أن أمير المؤمنين انحصر عمله في الزراعة ذهب إلى ينبع وشق عيونا وغرس نخيلا وفسيلا وما إلى ذلك صحيح هذا الأمر كان موجود وبعض الوقت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضاه في الزراعة والحرف ولكن في الوقت نفسه أمير المؤمنين كان يتحين الفرص للتعليم وللتثقيف ولذا نشاهد أنه حينما قتل عثمان أو قبل مقتل عثمان ابن عفان لماذا الآلاف المؤلفة من الناس كانوا يهتفون باسم علي ابن أبي طالب إذا الإمام علي ابن أبي طالب كان قد ترك كل الأمور ومنها التثقيف والتعليم والتربية وكان فقط حصر عمله في الزراعة فكيف هؤلاء الآلاف المؤلفة كانت تحتف باسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى أن عثمان في حصاره أرسل إلى علي بن أبي طالب أن أخرج من المدينة وذهب إلى ينبع فالإمام خرج إلى ينبع فلما اشتد الحصار على عثمان أرسل للإمام خبرا أنه ارجع فرجع الإمام بعد ذلك قال الإمام اذهب إلى ينبع فالإمام عليه الصلاة والسلام اعترض على هذا الأمر على كل حال هذا في تفصيل مذكور في كتب التاريخ المقصود أنه هذه الآلاف المؤلفة كيف هتفت باسم الإمام كيف جاءوا وبايعوا الإمام عليه الصلاة والسلام زرافات زرافات الجواب لأن الإمام عليه الصلاة والسلام من ضمن أعماله كان تربية جيل من المؤمنين المخلصين ولو كان هناك تهميش للإمام عليه الصلاة والسلام سياسيا إذا جاز التعبير ولكن كان يستثمر الفرص لتربية جيل من المؤمنين نحن الآن أيضا عندما نواجه بنفس الحالة أو شبيهة لتلك الحالة أفكار تكفيري أفكار حدامة ثقافات مستوردة من هنا وهناك وكان المسلمون في ذلك الوقت يعانون من هذه الحالة أيضا لأن الفتوحات كثرت والعبيد والإماء كثروا فحدث اختلاط بين المسلمين وبين الأمم الأخرى فدخلت ثقافات أخرى أيضا فصار هناك احتكاك وتحدي فبناء على ذلك نشاهد أن الإمام عليه الصلاة والسلام قضى قسما كبيرا من وقته في التربية والتعليم ونشر الأحكام الشرعية وحتى في فترة خلافته عليه الصلاة والسلام مع كثرة الفتن التي أثارها المنافقون مع ذلك من كل فرصة كان يستفيد لكي يعلم ويثقف وإذا راجعنا نهج البلاغة نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه هذا قسم قليل من خطب أمير المؤمنين طبعا أكثر هذه الخطب كانت في فترة خلافته نجد أنها زاخرة بالعقيدة بالعمل بالأخلاق بما إلى ذلك وبعد القرآن الكريم نهج البلاغة كتاب ضم بين دفتيه تعاليم الإسلام السامية بناء على ذلك سنة الرسول جسدت عمليا في حياة العمة وأولهم الإمام ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فإذا أردنا أن نصل إلى السنة الحقيقية والتجسيد العملي لتلك السنة ينبغي علينا أن نرجع إلى أهل البيت لأنهم عدل القرآن وخلفهما القرآن وأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته وأشار بيديه في بعض الأحاديث كهاتين يعني كالسبابتين لم يقل كهاتين لأن الوسطى أطول من السبابة قال كهاتين يعني متساويان هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأهل البيت تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعالها الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات